السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن بداية تراجع كوكب عطارد في برج القاوس يوم الثلاثة ستة وعشرين تشرين الثاني نوفمبر طبعا معروف أنه كوكب عطارد بيتراجع كل سنة ثلاث مرات الآن هو هذا التراجع الأخير اللي رح يبدأ الساعة ثنتين واثنين واربعين دقيقة من صباح يوم الثلاثة بتوقيت جرينيتش الستة وعشرين احداش ورح ينتهي يوم الأحد خمسة عشر اثناش الساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا المعروف أنه كوكب عطارد لما بيتراجع قبله بثلاث أيام بتبدأ التأثيرات وبعده بثلاث أيام بتستمر التأثيرات كوكب عطارد زي ما دائما احنا بنحكي عنه هو كوكب بيسيطر أو المجالات الرئيسية اللي بيأثر عليها اللي هي الاتصالات والمواصلات والإلكترونيات والكهربائيات أيضا فمنجد أنه في فترة التراجع بتتعطل هواتف كمبيوترات تلفزيونات أجهزة إلكترونية في البيت ثلاجة غسالة مايكرويف وصلات شواحن تلفونات أي شيء له علاقة بهاي المجالات دائما بصير فيه أعطال طبعا برضو بما أنه منحكي عن المواصلات معناته السيارات وأيضا البايك أو دراجة أو أشياء من هذا القبيل برضو نفس الشيء ومنجد أنه الزحمة أو الأزمة في الشوارع بتزيد بشكل مبالغ فيه وبرضو ما بيكون معروف شو السبب وبتزيد سرقة السيارات والخراب الفجائي اللي العلاقة بكهرباء السيارات أو الميكانيك تبعات السيارات وبرضو ممكن يصير فيه تعطيل في الموعيد أو في البريد أو في الأشياء اللي أنت بتطلبها مثلا أونلاين تتأخر أكثر من المعتاد في هاي الفترة يجب الحذر أثناء توقيع العقود لأنه بالفترة هاي بصير فيه تشويش عنها بالتركيز فعشان هيك عن توقيع أي عقد دك تتفحص بنوده بشكل جيد عشان ما يتسرب أي شيء هيك ولا هيك بعدين تصير فيه متاعب في وقت لاحق الأمر الثاني إنه إذا بدك تشتري شيء مثلا دك تشتري غسالة أو تلفزيون بدك تتفقد الكفالة بدك تتفقد التلفزيون نفسه بدك تتأكد من صلاحيته بدك تتأكد من جودة المنتج اللي أنت بتشتريه لأنه عادي ممكن تشتري شيء وبعدين تنتبه إنه أنت تسرعت في هذا الموضوع واللي عنده توقيع عقد إلو علاقة بالعمل برضو نفس الشيء بده يتفقد البنود والاتفاقية بشكل دقيق جدا لأنه ممكن أن تتوقع على عقد عمل بهاي الفترة وتجد إنك أنت تورطت بالتزامات معينة مع الشركة اللي أنت بتوقع فيها أو بنود أو مثلا شروط جزائية تنتبه لها بوقت لاحق إنه أنت يعني ورطت نفسك بمشكلة كبيرة فإحنا دائما نحكي إنه لا الضرورة القصوى يعني بتوقع العقود ولكن إذا في مجالة تأجيلها فبيكون أفضل فترة التراجع طبعا أي كفالة مالية لأي شخص آخر ما بنصح فيها نهائيا يعني إنك تكفل شخص ببنك أو شراء عقار أو سيارة أو حتى إقراض فلوس ما بنصح فيها نهائيا لأنه منلاحظ عدم استقرار الوضع المالي في هاي الفترة أيضا بما إنه ذكرنا الاستقرار المالي هاي الفترة ديروا بالكم وخصوصا الأشخاص اللي بيعتمدوا على البورصة أو على الأسهم أو المضاربات المالية أو اللي بيشتغلوا بالعملة أو اللي مثلا بالمعادن الثمينة بدهم ينتبهوا بشكل كثير دقيق لأنه عادة في فترة التراجع بيصير في نوع من أنواع التذبدب أو الإضطراب في البورصة وفي العملات فبنجد إنها بتصعد بشكل مفاجئ وممكن تخسر بشكل مفاجئ فهاي الشغلات ممكن تسبب خسارات فبدكوا تكونوا حذرين من أهم الأمور السلبي هي النسيان والتشويش اللي بيصيبنا أنه ممكن نفقد حاجياتنا أو ننسى إحنا وين رايحين أو ننسى إيش بدنا نعمل أو نضيع أوراق الثبوتية أو ننساها مجالات الدراسة بتخف القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة في الالتحاق بالدورات الدراسية أو التهرب من التعلم أو من الدراسة أو من الالتزام أكثر الأشخاص اللي رح يعانوا طبعا في هاي الفترة أول اثنين اللي هم الجوزاء والعذرة ليش لأنه هذا الكوكب الحاكم لإلهم فهم أكثر أشخاص دائما عند تراجع وطارد بيبدأ التأثير عليهم بعدها ييجي موليد برج القوس اللي هو بيتراجع عندهم هذول أكثر الأشخاص اللي بدون ينتبهوا من كل اللي ذكرنا وأيضا من الأشياء اللي رح نذكرها عن هو في أي بيت وإيش التأثير اللي بيكون مركز عليه طبعا أول شيء لازم إحنا نذكره اللي هي الزوايا الفلكية لعشان نعرف حجم السلبية اللي رح تكون ما حد يقول لي ما فيه سلبية العطارد وإنه التراجع هذا كوكب سريع وكوكب مش عارف إيش وخفيف الظل وناعم وإنتي بتشائمنا أنا بحكي علم إنتي بدك تسمع غيري مقتنع بوجهة نظر فخليها لا إلك ما تشاركنيش فيها يعني لأنه ما رح أرد عليك وما رح أخذ فيها لأنه هذا شيء لو راجعت كل تراجع وطارد إنتي مر علينا بالسنوات الماضية بتجد يديش هذا الأمر مؤثر يعني التحذيرات مش عبثية بتنحط بس والله إنه بس هيكي بدنا نعمل حلقة لا التحذيرات هاي في ناس اتدمرت حياتها لما هي ملتزمت بالأشياء الأساسية ومنها أشياء أشخاص موجودين على القناة في أشخاص أنا حذرت من البورصة والأشياء اللي زي هيك وخسرت فلوس واندانت وصار عليها التزامات ومش قادرة إنها تسكرها فعشان هيك لا تستهينوا بالأمر درهموا قاية خيرا من قنطار علاج بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين المشتري هاي زاوية رح تكون يوم أربعة اتناش طبعا تأثيراتها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد هاي زاوية بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن يعرضنا لمشاكل مع العدالة بدنا نتجنب توقيع الوثائق المهمة ما نقوم باستثمار أو مضاربات مالية لأنها ممكن تنتهي بدعاوى قضائية دوليا بالدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام للانتقاد السياسي المالي أو التجاري لبلد ما وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافي لمقاضاة أمام العدالة وممكن يقوم جدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية وبرضو ممكن يتم الكشف عن اختلاس أو نصب أو استغلال سلطة لأحد القادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون يوم 6-12 بتعزز قدرتنا الفكرية أو قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه طبعا تأثيراتها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية ولكن تأخذ بعين الاعتبار أن التراجع ممكن يخليك تركن على هذا الموضوع أو تعتمد على هذا الموضوع وتتأخر عن سفريتك أو تلتغي سفريتك أو ما يتأكد حجزك بتجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات نجاح أدبي مشاريع حالية يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة وهذا الاتصال غير مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة أو للعلاقات الزوجية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية رح تكون يوم سبعة اطناعش بتسببنا نوع من أنواع التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا طبعا تأثيراتها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد دوليا بالدل على انتقاد الصحافة والجرائد لتراجع المردود في القطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وممكن تشهد هذه الفترة إضرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العامل في قطاع التعديم والمناجم وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد بعض المؤسسات الدولية أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة هذه الزاوية طبعا تأثيراتها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد راح تكون هاي الزاوية يوم 13-12 بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح ماريحين خفيفين الروح وهو الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بتستفيد من الراحة اللي بتوفرها لإلك وبرضو للدعوات اللي بترافقها ممكن يكون في بعض السفريات أو التسليل لبعض الأشخاص طيب زي ما شفنا زوايا ممتزجة ما بين السعودة وما بين النحوسة خلينا نشوف إيش التأثيرات راح تكون على جميع الأبراج أو التحذيرات بتكو تأخذوها برج وطالع عشان البرج هو العالم الخارجي كيف بيتعامل معك وطالعك انت كيف بتتبادر بالتفكير أو بالتصرف أو كيف بتتعامل مع الغير خلينا نشوف التراجع اللي هو من يوم 26-11 ليوم 15-12 وتأثيراته على الجميع برج الحمل بالنسبة لتراجع العطارد في برج الحمل بيعمل على تعطيل كل ما يتعلق بالسفر والدراسات العليا لديك بتحس بأن الأمور بتصير ببطء أو بتتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا إذا كان عندك مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول إنك تكون إذا موضوع مش اضطراري إنك تأجله ولكن إذا كان إضطراري بدك الدقيق بكل التفاصيل يعني بدك تتفقد حقابك أدويتك أوراقك تروح على المطار قبل بموعد ما تركنش على شيء كما إنه دخول الدخول في قضايا أو محاكم ما رح تكون لمصلحتك في هاي الفترة حاول الانتباه أكثر والابتعاد عن اللامبالاة السلبية وخلي علاقاتك خصوصا بالأجانب يعني حد وسط اعرف إنك تمسك العصى من الوسط برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تراجع عطارد رح يكون في البيت الثامن لإلك اللي هي الأموال المشتركة فهو أنا يعني بتعلق بمسألة لها علاقة بالقروض بمال الزوج الزوجة بعمليات الإرث نقل الملكيات في كثير من المقربين من اللي بيحاولوا إنهم يظهروا بمظهر الخاسرين أو بيحاولوا الإساءة لإلك وأيضا حاول إنك ما تغامر بأموال الغير هاي فترة غير مناسبة لتغيير السكن أو شراء عقار أو الدخول للمحاكم بتجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من العمل مع شعور كبير بالعجز كمان بحذر من القرون بالفترة هاي لما وليد برج الثور لأنه ممكن تأخذ قرض وبعدين تنتبه إنك أنت ما عندك القدرة للسداد فبدك تكون حذر من هاي النقطة وأيضا ما تكفى الحد وما تضمن حد ماليا برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا تراجع طارد رح يكون في بيت الشراكة اللي هي الشراكة العاطفية وشراكة العمل رح تكون هي اللي على المحك ممكن تنشأ خلافات طارئة لأتفهل أسباب وممكن تكبر هاي المشاكل وتصل لطريق مسدود فبدك تكون حذر جدا اضبط انفعلاتك ورغباتك في التعبير المباشر خصوصا عن رأيك لأنه ممكن يكون محط إعجاب لا إلك ولكن لغيرك ما رح يكون محط إعجاب لألهم ابتتأثر صحتك بشكل كبير في هاي الفترة بدك تكون حذر من صحتك تراقبها وتركز بشكل جيد ما وليد برج الجوزة طبعا ما بنصح الارتباط بهاي الفترة اللي هي فترة التراجع لا بخطبة ولا بزفاف إذا فيه إمكانية للتأجيل بيكون أفضل برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان خلال الفترة القادمة اللي هي الثلاث أسابيع هاي تشعر بثقل بالعمل وبإنك عاجز عن تحمل المسئوليات وبإنه رأيك غير مقبول من الآخرين ممكن يتراكم عليك العمل وتحس بالتقصير أو حتى عدم الرغبة بإتمام بعض الأعمال وسوء تفاهم كبير رح يصير ما بينك وبين زملائك بالعمل عليك الانتباه أيضا لصحتك بشكل فعلي وما تهمل أي طارق أو عارض صحي لا إلك فترة غير مناسبة للقيام بعمل جراحي أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا الأسد أكثر الأشخاص اللي بدهم يكونوا حذرين في هاي الفترة تراجع عطارد يجعلك تبتعد قليلا عن الأجواء المرحة بتحس بأن الأمور بتصير ببطء أو ممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا وبتميله لأخذ الأمور بجدية ولكن مع الشعور بعدم القدرة على التفكير الصحيح إذا كان عندك أي مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول تأجيله حتى انتهاء فترة التراجع بفترة التراجع اللي هي ثلاث أسابيع حاول إنك ما تفرض سلطتك على أحباءك ما توجه انتقادات ما تتسلط عليهم وابعد عن الترفيه واللا مبالا عشان ما تكون انت الخاسر علاقات الحب والغراميات بالفترة هاي ممكن تيجي عليك بمشاكل فبدك تكون أيضا حذر لأنه ممكن تتكشف بعض الأمور بشكل مفاجئ وتكون لك نوع من أنواع الصدمة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء تراجع طارد في بيت البيت أو بيت العائلة الأب والنظام الأسري بيجعلك شخص متشكك في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق أو الأمور ممكن ينعكس هذا الشيء على صحتك بشكل سلبي توتر عصبي، انفعال، عدم الرغبة من الخروج بالبيت يعني أشياء من هذا القبيل عليك الحذر من الدخول في حوارات غير ذات جدوى لأنه ممكن تتحول لخلافات واضحة حاول إنك ما تملي شروط أو تفرض آراءك على أفراد البيت كثير من موليد برج العذراء هم اللي رح يعانوا من الأعطال الكهربائية أو الأمور اللي تتعلق بأثاث المنزل في الفترة القادمة فعشان هيك بدك تكون مهية وتكون حذر من هاي النقاط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هاي فترة سلبي عموما ممكن تشعر خلالها أو خلال فترة التراجع بصعوبة التواصل ولسيما بإخوتك وأخواتك وبالوسط المحيط بك بيشعر الطلاب بعدم الرغبة في الدراسة وإنه كل شيء بيدرسوه ما إلو أي قيمة بتكون متهرب من كثير من المسؤوليات الملقاة على عاطقك انتبه خلال السفر على الطرقات من الحوادث الطارية أو أثناء حركتك من الإصابات الجسدية حاول عدم الدخول في أي علاقات تجارية بهاي الفترة أو إذا مضطر أنك بدك تدخل بدك تكون دقيق وتركز بكل الأمور تجد أنك مشتت فكريا قدرتك على الإقناع ما رح تكون بشكل كافي رح تتعب لحد ما تقنع الطرف الآخر أيضا بدك تنتبه اللي عنده سيارة أو عنده كمبيوتر أو عنده تليفون بده ينتبه لهاي الأجهزة لأنه نسبة الأعطال رح تكون أكثر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تراجع عطارد في بيت مالك رح يأثر عليك ولسيما في الأمور المالية ممكن تتعرض لخسارات كبيرة إذا ما بتكون حريص كما يجب ممكن نصب احتيال استغلالك أو تكتشف أنه انتصب عليك حتى لا تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروض جديدة وحاول أنك ما تكفل أي أحد وما تقع ضحية لها بعض المستغلين عليك ترتيب الأولويات وتجيل أي حوار غير مجدي مع المحطين بك أيضا هاي الفترة يعني ابعد عن التسوق ابعد عن نزوات التسوق والشراء والرغبة في أنك تشتري أو تتملك أشياء حاول أنك تأجلها لبعد اللي هي ثلاث أسابيع لتستقر الأمور وبعدين قرر بدك الإشياءات ولا أنه كان بس فقط في نفسك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا أنت من أكثر المتضررين من تراجع طارد في برجك عشان هيك بدك الحذر من فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد لا سيما في مجال تطوير المهارات أو التعلم ممكن تفقد رغبتك في القراءة أو في المطالعة أو يصيبك اليأس في كثير من المواقف وممكن يصير معك خلافات في الرأي مع المقربين وممكن تأدي لقطع بعض العلاقات انتبه لأغراضك جيدا في هذه الفترة ممكن تفقد شيء ثمين أيضا حاول قدر الإمكان تسيطر على انفعالاتك وعلى عصبيتك والتحكم بالغير بهذه الفترة برج الجدي من نسبة لمواليد برج الجدي بيأثر عليك تراجع عطارد اللي موجود في بيت متاعبك بيجعل علاقاتك متوترة بوسطك القريب ولا سيما علاقتك بأسرتك ممكن تكون متمرد على كثير من الأعراف والتقاليد في هذه الفترة أو تجاهر برأيك بشكل انفعال كبير هذا الشيء بسبب كثير من المشاكل في علاقاتك لا تفكر في تغيير نمط حياة المحيطين بك لأنك راح تجد أو راح تواجه معارضة كبيرة احذر من الدخول في مواجهات مباشرة لأنها ممكن تتحول لخلافات اللي بيشتغلوا على مستوى شركات الدولية أو مستشفيات أو سجون بدهم يكونوا حذرين جداً بالفترة القادمة واللي عليهم قضايا ينتبهوا إذا ما حضروا قضاياهم ممكن على السجن يعني برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بيأثر عليك تراجع عطارد بشكل سلبي لأنه راح يكون وجوده في بيت العلاقات الاجتماعية وعلاقاتك بأصدقائك لا تحاول فرض رأيك على الآخرين بالقوة لأنك راح تلاقي مواجهة حادة من بعض الأشخاص ثم أصدقاء ممكن تنقطع علاقتك بهم بسبب خلاف بالرأي أو سوء فهم طارئ أو بسبب مواقف غير مرضية لإلك لا تتسرع بالحكم أو اتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندم عليها لاحقا حاول ما توجه انتقادات حاول إنك ما تدخل بنقاشات حادة مع معارفك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت رح يتمر بفترة طبعا فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن التراجع رح يكون في بيت السمعة يعني لا سيما فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية انتبه لسمعتك فيه أشخاص بيحاولوا تشويه صورتك أمام الآخرين والتقليل من منجزاتك وأعمالك المختلفة حاول إنك ما تطلب ترقي أو إنك تقدم على أي مشروع جديد في هاي الفترة ويعمل على إنجاز أولوياتك بشكل مدروس وبما إنه هو وجوده في بيت السمعة بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ما تشوهها بالتسرع أو بالمغامرات والمجازفات أو حتى بأشياء ممكن تندم عليها لاحقا بدك تكون حذر حاول تلتزم بأعمالك أدي واجباتك وحاول إنك تكون يعني بعلاقة جيدة مع المسؤولين عنك بالعمل هيك بنكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر